تؤكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المبادرة المصرية حظيت بتأييد كافة أعضاء المجلس الوزري بمن فيهم المسؤولون في الأجهزة الأمنية ولكن دون عرض الخطوط العريضة على أعضاء الحكومة خشية حدوث تسريبات من شأنها الإضرار بالمفاوضات وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يو آف جالنت دعا رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو خلال جلسة للمجلس الوزري للشؤون السياسية والأمنية للموافقة على المقترح المصري بشأن قطاع غزة واصفا المقترحة بالصفقة الجيدة وأنها فرصة إسرائيل لإعادة المحتجزين إلى ديارهم وبحسب الهيئة قال جالنت إنه ونتنياهو مطالبان على المستوى الأخلاقي بإعادة المحتجزين بسبب تسلمهما منصبيهما خلال أحداث السابع من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر